اشتركوا في القناة عمق الرثافة وعمق الخيانة وعمق الإجرام الذي تنطوي عليه الطبق السياسي الحاكمة في العراق منذ عام 2003 لحد العراق وظهرت تسريبات للمالك وآخر هذه التسريبات اليوم اللي نتحدث عنه هو أحد الوزراء يؤدي قسم يعني بكل إيمان وكذا ويضع يده على كتاب الله القرآن الكريم ويقول بأنه لن يخون العهد مع من رشحه لهذا المنصب الموضوع يعني ربما لا يتعلق بهذا بل يتعلق في أنه هل هذه التسريبات كشفت شيئا جديدا لا يعرفوها أهل العراق ما معنى أنه الآن عرف أهل العراق بعد عشرين سنة أنه هناك فاسدين وهناك مجرمين وهناك مخربين وهناك إرادات وأنه هناك عصابات وإرادات مرهونة للخارج والمناصب تشترى والوزراء يؤدون وظائفهم لأجل من جاء بهم إلى هذا الكرسي وعني الوطنية والمواطن وهموم المواطن ومصالح المواطن والوطن أبعد ما يكون عن تفكيرهم ولا يصلونها هذه الحقيقة يعني هذا الموضوع يعني ليس إلا تأكيد على رؤية الناس ولا الناس ما ما طرعوا بتظاهرات وما طرعوا بثورة تشترين ومقتلوا هالشباب الحلوين لأنهم يعرفون هذه الحقيقة يعرفون هذا البلد ولا ما قاطعوا العراقيين 85% أكثر من 85% الانتخابات اللي تسمى يعني انتخابات اللي اتجرت في مبكرة اللي اتجرت في تشترين أول عام 2021 العام الماضي ما امتنعوا عن المشاركة لولا أنهم يعرفون هذا وربما للتذكير فقط يعني هذه التسريبات يعني أرادت أن تقول أن كل اللي يعرفوا العراقيين هو صحيح ليس أكثر لأنه العراق منذ منذ الفين وثلاثة اللي حد إلى منذ عشرين سنة من بين البلدان العشرة الأكثر فسادة في العالم ما هو نتاجاته إذا من الذي جعله هكذا لم يكن هؤلاء الذين يعكموا العراق خوما الشعب الشعب هذا المسكين اللي اللي يقتل الفقر والمرض والأمية والخراب والدمار وعدم موجود خدمات والحدود المفتوحة وتغول الميشيات والآخرين عليهم وتغول إيران عليهم من بين البلدان خلال العشرين سنة من بين البلدان الفاشلة وفقا لتقرير البنك الدولي وصندوق النقل الدولي يعني للبلدان يسموها البلدان الهشة الآن يجملون القضية لكن هي بلد فاشلة لهم معايير فيها القضاء والعدالة والأمن والاقتصاد والسياسة وكل شيء والفساد والتعليم والصحة وكل هذه يجمعوها معايير ويدرسوها وبالتالي يقولون هذا البلد فاشل أو مفاشل والعراق من ضمن البلدان الفاشلة يمكن العشرة الأولى في العالم الفاشلة طوال هذه السنوات النقطة الأخرى لو لم يكن هذا الوضع حقيقي لما كانت بغداد عاصمة بغداد أسوأ مدينة في العالم كل الإحصائيات أو كل المؤشرات كل التقارير التي تصدر عن المدن الجيدة في العالم العراق يأتي بالمرتبة الأخيرة من أسوأ مدن الدنيا من الذي جعل العراق بغداد هذه العاصمة الجميلة يعني مركز الخلافة العباسية وهذه التي يعني أشرقت على العالم بعلمها وفنها وأدبها وأخلاقها وحكومها وطريقتها هذه ومدارسها وجامعاتها منذ مئات بالآلاف السنين هذه المدينة تتحول إلى أسوأ مدينة في الدنيا من الذي يجعل العراق من بين البلدان الخمسة الأكثر سوءا في التعليم يعني الآن قوائم التعليم عندما تقرأ قوائم التعليم لا تجد العراق ويسألونهم لماذا العراق اسم العراق موجود يقولون أن العراق ليس فيه التعليم لا تعليم ابتداء ولا تعليم جامع ولا تعليم عالية من الذي جعل هذا؟ بالتالي أنت أمام كل هذه وغيرها الكثير يعني من جعل العراق أكثر بلد خطر وكل الدول يعني تنشر في وزارات خارجية وتنشر على مواقع التواصل يعني في مواقع وزارات الخارجية تنصح مواطنية بعدم السفر إلى العراق لأنه بلد ما مستقر بلد خطر من الذي جعله يجي؟ أكثر بلد به ميليشيات أكثر بلد فيه عصابات أكثر بلد فيه متاجرة بالأعضاء متاجرة بالبشر متاجرة بالمخدرات هذا البلد الذي كان يعني خالي من المخدرات بشهادة نمو متحدة هذا كل هذا تجمع ستجد أن التسريبات هذه لا تقدم صورة جديدة إلا تأكيداً لما يعرفه أهل العراق هذا واقع العراق فبالتالي هذه التسريبات يعني البعض يعني لا يندهش بيها أهل العراق لم يندهش بيها يعرفون هؤلاء يعني لولا فسادهم ولولا خرابهم ولولا هذا الشكل الذي هم بيه لولا عصاباتهم ولولا إجرامهم ولولا لولا عدم وطنيتهم لم أصل العراق إلى هذا المستوى هذا واقع الحال ذلك إن خرج التسريبات الجديدة فهي تأكيد آخر على أن المواطن على حق وأن المواطن عندما يخرج ويعدل ثورته هو على حق وطريق الحق واضح والمواطن يميز الأبي ورحل العسود وقد هذه الحلقة قد انتهى أشكركم شكراً جزيلاً ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة